السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزاء الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السادس بعنوان الأقواس وترتيب العمليات في المقادير العددية وهو درس التهيئة الجزء الثالث أهداف الدرس استعمال الأقواس وترتيب العمليات لإيجاد قيم مقادير عددية كتابة مقادير توضح العمليات الحسابية على الأعداد الأقواس في المقادير الرياضية عندما يتضمن مقدار أكثر من عملية يمكن استعمال الأقواس لتوضيح العملية التي يجب إجراؤها أولا الأقواس هي نوع من رموز التجميع قم بإجراء العملية التي بداخل الأقواس أولا تستعمل الأقواس والأقواس المعقوفة والأقواس غير المستقيمة لضم الأعداد في مقادير عددية أنواع الأقواس الأقواس وتظهر هنا باللون الأحمر الأقواس المعقوفة الأقواس غير المستقيمة مثال واحد أوجد قيمة المقدار العددي قبل البدء في حل هذا المثال دعونا نتذكر سوية ترتيب العمليات واحد أجر العمليات التي داخل الأقواس والأقواس المعقوفة والأقواس غير المستقيمة ثم أضرب وقسم بالترتيب من اليسار إلى اليمين ثم اجمع واطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين والآن نطبق ترتيب العمليات لإيجاد قيمة المقدار العددي الخطوة الأولى أولا قم بإجراء العمليات التي بداخل الأقواس سنبدأ بالقوس الداخلي سبعة ضرب اثنين أربعة عشر ونكتب بقية العمليات الحسابية كما هي ثم أوجد قيمة الحدين الذين بداخل الأقواس المعقوفة أربعة عشر ناقص ثلاثة عشر يساوي إحدى عشر ونكتب بقية المقدار كما هو وسننتقل الآن إلى الخطوة الثانية أضرب وقسم بالترتيب من اليسار إلى اليمين يظهر في المقدار الآن عملية الجمع والقسمة والضرب سنبدأ بالقسمة والضرب أولا ولأننا نبدأ من اليسار إلى اليمين سنبدأ بعملية القسمة ثمانية تقسيم اثنين أربعة وبقية المقدار يبقى كما هو أصبح لدينا الآن عملية الجمع والضرب سنجري عملية الضرب أولا أربعة ضرب ثلاثة اثني عشر ليصبح المقدار احدى عشر زائد اثني عشر الخطوة الثالثة اجمع واطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين احدى عشر زائد اثني عشر يساوي ثلاثة وعشرون إذن قيمة المقدار هي ثلاثة وعشرون تدريب اوجد قيم المقادير العددية التالية اوقف الفيديو ثم اكمل بعد انهاء الحل اهلا بعودتك عزيز الطالب والآن لنرى الحل معا المقدار العددي الأول يظهر لدينا عملية الطرح والضرب برتين وفي ترتيب العمليات نجري عملية الضرب قبل الطرح ولأننا نضرب بالترتيب من اليسار إلى اليمين سنبدأ بالعملية خمسة ضرب خمسة أولا خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرون ويبقى بقية المقدار كما هو لاحظ الآن لدينا عملية الطرح وعملية الضرب سنبدأ بعملية الضرب خمسة وعشرون ضرب اثنين خمسون ليصبح لدينا تسعون ناقص خمسون يساوي أربعون المقدار العددي الثاني في ترتيب العمليات نجري عملية الضرب والقسمة قبل عملية الطرح ولأن القسمة والضرب في نفس الترتيب سنبدأ من اليسار أولا أربعون تقسيم أربعة عشرة ليصبح لدينا المقدار مئة وعشرون ناقص عشرة ضرب ستة ونجري عملية الضرب قبل عملية الطرح عشرة ضرب ستة ستون ليصبح المقدار مئة وعشرون ناقص ستون يساوي ستون المقدار العددي الثالث لاحظ أنه في هذا المقدار لدينا قوس إذن سنبدأ بإيجاد العملية التي في داخل القوس أولا ستة وتسعون ناقص أربعون ستة وخمسون ليصبح لدينا المقدار اثنين وعشرون زائد ستة وخمسون تقسيم ثمانية والآن أصبح لدينا عملية الجمع والقسمة والأولوية هنا لعملية القسمة ستة وخمسون تقسيم ثمانية يساوي سبعة ليصبح لدينا اثنين وعشرون زائد سبعة يساوي تسعة وعشرون المقدار العددي الرابع لاحظ عزيزي الطالب أنه في هذا المقدار يوجد لدينا قوس لذلك سنجري العملية التي في داخل القوس أولا سبعة وسبعة أجزاء من عشرة زائد ثلاث أجزاء من عشرة يساوي ثمانية فيصبح لدينا المقدار ثمانية تقسيم واحد جزء من عشرة ضرب أربعة وأصبح لدينا الآن عملية قسمة وعملية ضرب وكلاهما في نفس ترتيب العمليات لذلك سنبدأ من اليسار أولا ثمانية تقسيم واحد جزء من عشرة ثمانون ضرب أربعة يساوي ثلاثمائة وعشرون المقدار العددي الخامس سنبدأ أولا بإجراء العملية التي في داخل القوس ني عشر ناقص أربعة ثمانية ليصبح لدينا اثنين وثلاثون تقسيم ثمانية زائد سبعة والآن لدينا عملية قسمة وعملية جمع نجري عملية القسمة أولا اثنان وثلاثون تقسيم ثمانية يساوي أربعة زائد سبعة يساوي أحدى عشر المقدار العددي السادس في هذا المقدار يظهر لدينا أقواس وأقواس معقوفة وأقواس غير مستقيمة سنبدأ بالأقواس أولا عشرون ناقص ستة أربعة عشر ونكتب بقية العمليات الحسابية كما هي والآن نجري العملية التي في داخل الأقواس المعقوفة واحد زائد أربعة عشر خمسة عشر ليصبح المقدار ثمانية ضرب خمسة عشر تقسيم نصف والآن نجري العملية داخل الأقواس غير المستقيمة ثمانية ضرب خمسة عشر مئة وعشرون تقسيم واحد على اثنين مئة وعشرون تقسيم نصف يساوي مئتين وأربعون تدريب اثنين استعمل كلا من إشارات العمليات جمع وطرح وضرب وقسمة مرة واحدة في المقدار أدنى لجعل الجملة العددية صحيحة أوقف الفيديو ثم اكمل بعد إنهاء الحل والآن لنشاهد الحل معا حاول استخدام الحس العددي لحل هذا التدريب لنضع مثلا العمليات كما تظهر أمامك ليصبح لدينا المقدار التالي والآن لنتأكد من قيمة المقدار سنبدأ بالقوس أولا ثلاثة تقسيم واحد ثلاثة ليصبح لدينا المقدار ستة ضرب ثلاثة زائد خمسة ناقص واحد ثم نبدأ بعملية الضرب ستة ضرب ثلاثة ثمانية عشر ليصبح لدينا ثمانية عشر زائد خمسة ناقص واحد والآن نجمع ونطرح من اليسار إلى اليمين ثمانية عشر زائد خمسة ثلاثة وعشرون ناقص واحد يساوي اثنين وعشرون وهذه النتيجة لا تساوي سبعة عشر لذلك سوف نبحث عن حل آخر والآن نستعمل إشارات العمليات في الترتيب التالي ونتأكد من قيمة المقدار سنبدأ بالقوس أولا ثلاثة ناقص واحد اثنين ليصبح لدينا ستة ضرب اثنين زائد خمسة تقسيم واحد سنبدأ بعملية الضرب ستة ضرب اثنين اثني عشر وبالتالي يصبح المقدار اثني عشر زائد خمسة تقسيم واحد والآن سنجري عملية القسمة أولا خمسة تقسيم واحد خمسة ليصبح المقدار اثني عشر زائد خمسة ويساوي سبعة عشر وبالتالي أصبحت الجملة العددية صحيحة مثال اثنين عمر جاسم احدى عشر ونصف سنة وعمر احمد اربعة اضعاف عمر جاسم اكتب مقدارا لتوضيح كيف يمكنك حساب عمر احمد بعد مرور ست سنوات نكتب العمر الحالي لأحمد عمر احمد اربعة اضعاف عمر جاسم اي ان عمر احمد يساوي اربعة ضرب احدى عشر ونصف نكتب الآن عمر احمد بعد مرور ست سنوات عمره الآن اربعة ضرب احدى عشر ونصف وبعد مرور ست سنوات نجمع ستة اي ان المقدار اربعة ضرب احدى عشر ونصف زائد ستة يوضح العمليات الحسابية التي تحدد عمر أحمد بعد مرور ست سنوات لاحظ هنا أننا استخدمنا الأقواس لتوضيح العملية التي سنجريها أولا التدريب الثالث اكتب مقدارا عدديا يمثل عن العبارات التالية أوقف الفيديو ثم اكمل بعد إنهاء الحل والآن لنناقش الحل معا التمرين الأول اضرب ستة عشر وثلاثة وتسعة وعشرون ثم اطرح سبعة عشر سنضرب ستة عشر ضرب ثلاثة ضرب تسعة وعشرون ونضع قوسا ليدل على أن هذه العملية ستجرى أولا ونطرح سبعة عشر التمرين الثاني اجمع ثلاثة وجزئين من عشرة وتسعة أجزاء من عشرة ثم اقسم على ستة أجزاء من عشرة لاحظ أن عملية الجمع أولا لذلك سنضعها بين قوسين ثم نقسم على ستة أجزاء من عشرة التمرين الثالث اطرح اثني عشر ونصف من ناتج ضرب تسعة على عشرة ومئة وثمانون نكتب تسعة على عشرة ضرب مئة وثمانون ونضعها بين قوسين ثم نطرح اثني عشر ونصف التمرين الرابع اجمع ناتج قسمة مئة وعشرون على ستين مع ناتج قسمة اثنين وسبعون على تسعة نكتب مئة وعشرون تقسيم ستين سنضعها بين قوسين زائد ناتج القسمة اثنين وسبعون تقسيم تسعة التمرين الخامس اضرب واحد وسبعون في ثمانية ثم اضف ثلاثمائة وتسع وسبعون العملية التي سنجريها أولا واحد وسبعون ضرب ثمانية سنضعها بين قوسين زائد ثلاثمائة وتسعة وسبعون التمرين السادس اوجد ثلاثة اضعاف ناتج طرح اربعة وخمسة ازاء من عشرة من سبعة وخمسة وعشرون جزءا من مئة سنكتب الطرح اولا سبعة وخمسة وعشرون جزءا من مئة ناقص اربعة وخمسة ازاء من عشرة وسنضعها بين قوسين ولإيجاد ثلاثة اضعاف هذا الناتج سنضرب في ثلاثة تدريب اربعة تستعمل ليلى اربعة واربعين خرزة لصنع سوار وستة وتسعين خرزة لصنع عقد اكتب مقدارا لتوضيح كيف يمكنك حساب العدد الكلي للخرزات التي استعملتها ليلى لصنع ثلاثة عشر سوارا وثمانية عقد اوقف الفيديو ثم اكمل بعد انهاء الحل الحل عدد الخرزات في ثلاثة عشر سوارا يساوي ثلاثة عشر ضرب اربعة واربعون وعدد الخرزات في ثمانية عقود يساوي ثمانية ضرب ستة وتسعون عدد الخرزات التي استعملتها ليلة في ثلاثة عشرة سوار وثمانية عقود نعبر عنه بالمقدار ثلاثة عشر ضرب اربعة واربعون زائد ثمانية ضرب ستة وتسعون ونضع اقواسا لتوضيح العملية التي ستجرى اولا والسؤال الان هل يمكن الاستغناء عن الاقواس في هذا المقدار بما ان الاولوية لعملية الضرب فيمكن الاستغناء عن الاقواس في هذا المقدار الى هنا اعزاء الطلاب انتهى هذا الدرس عاملين الالتقاء بكم في الدرس القادم من دروس الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته